أكيد طبعا عندنا حصريات لتاريخ كأس السوبر الأفريقية أول مباراة اتلعبت في كأس السوبر الأفريقية وأول كأس سوبر ما بين الأهلي والزمالك سيد مصطفى أنت تقول تقريبا 30 سنة بالتمام والكمال 30 سنة بالتمام والكمال من 94 إحنا حالينا وقف 2024 أول كأس سوبر اتلعب ما بين الأهلي والزمالك بالضبط من 30 سنة ومين اللي فاز في كأس السوبر ساعتها؟ الزمالك بجون أيمن منصور بجون أيمن منصور طيب احنا نتكلم بقى عن الحصريات بقى وي تاريخ كأس السوبر نبدأ معاك يا أستاذ ودي طبعا الكل يعرف أن بطولة كأس السوبر الأفريقي بدأت في 92 بتنظيم من الاتحاد الأفريقي الكورت القدم اللقاء اللي جمع ما بين أفريكا سبورت والوداد البيضاء ولكن المحدش يعرفه أن البطولة بدأت قبل كده بشوية بتنظيم من المجلس الأعلى المجلس الأعلى للرياضة في أفريقيا اللي أسس في عام 1963 وبدأ يقول أنه هو موجود نظم بطولة دورة للعب الأفريقية 63 حتى كمان بعد ما المنتخب غانا احتفظ ببطولة كأس الأمم الأفريقية كأس عبد العزيز عبد الله سالم اللي تصنع هنا في مصر وقدمه عبد العزيز عبد الله سالم أول رئيس التحدي الأفريقي كان مصري وتعمل في الخان الخليلي احتفظ به منتخب الغاني عام 1978 المجلس الأعلى للرياضة في أفريقيا عمل وأهدى كأس جديدة لبطولة أمم أفريقيا البطولة اللي أول منتخب فاز بها 1978 من 46 سنة تقريب 40 سنة البطولة اللي فاز بها منتخب الكأس اللي فاز بها لأول مرة منتخب نيجيريا في عام 1980 لما تفوق على المنتخب الجزائري بنتيجة 3-0 وكمان كان احتفظ به المنتخب الكاميروني في 2002 لما فاز ببطولة للمرة الثالثة لما فاز على منتخب باستنغال بنتيجة أو بركلة الترجيح مجلس الأعلى الرياضة قال له كان هو موجود فبدأ يقترح الفكرة فعمل أول بطولة كأس سوبر أفريقي كانت تسمى كأس التضامن أفريقي وكانت تقام في الليبرابيل وكان هيقدم الكأس للرئيس الجابوني عمر بونجو كانت ترعب ما بين بطل بطولة أفريقي أبطال الدوري اللي هو هافيا كونكري أمام فريق البطل الأفريقي أبطال الكوس اللي هو فريق إنو جريونجرز ولكن كان في مشكلة ما بين سياسية ما بين أحمد سيكوتوري رئيس غينيا في الفترة دي مع عمر بونجو رئيس الجابون فما خلاش فريق هافيا كونكري فريق هافيا كونكري يروح المباراة فما تلعبتش المباراة ولكن احنا عندنا دي مفاجأة دي مفاجأة الفرانس فوتبول فعام 1982 على جيت اللي هو جيت زوز اللي هو شابت القبائل حاليا في عام 1982 المجلس على الرياضة نظم بطولة تانية بطولة الصبر الأفريقي على هامش بطولة الأخوة اللي كانت تقام في أبيت جان البطولة اللي كانت جمعت جيت زوز بطل أفريقي أبطال الدوري عام 1989 مع فريق يونيون دوا يونيون دوا بطل أفريقي أبطال الكوس عام عالي 1880 والمباراة فاز بها في فريق جد تزوزولة شابت القبائل حاليا وأصبح أول فريق في أفريقيا بفوز ببطولة كاس السوبر ودي هدية مننا لجماهير شابت القبائل الجزائري ده كان سنة 82 حتى كان فيه منوشات كده على فيسبوك لما وفق الصيف بطولة كاس السوبر 2015 عساب الأهلي طلعوا جماهير شابت القبائل لأولهم لا إحنا فوزنا قبل كده وكنا وطلعت الوصاق دي الوصاق دي توصق كلامهم تقريبا ما عندهمش إذن جهت تيزووزو هو أول فريق يفوز ببطولة كاس السوبر الأفريقي ولكن مش من تنظيم الاتحاد الأفريقي للكرد القدم كان من تنظيم المجلس الأعلى للرياضة وهو اعتبر مؤسسة كانت بتشارك في الأنشطة الرياضية ده عظيم جدا